أعلنت السلطات في كييف استمرار انقطاع الكهرباء عن عشرات الألاف من السكان في العاصمة الأوكرانية بعد الهجمات الروسية الكثيفة وقالت الإدارة العسكرية لمدينة كييف اليوم إن نحو 130 ألف شخص في العاصمة التي يبلغ التعداد سكانها ثلاثة ملايين نسمة ما زالوا متضررين من انقطاع الكهرباء مضيفة السلطات أن الإصلاحات سوف تنتهي خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة السلطات أضافت أيضا أن كل أنظمة التدفئة لابد أن تعمل مجددا بعد ذلك هذا واستدفت روسيا البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا يوم الأربعاء بعشرات من الصواريخ وصواريخ كروز ما تسبب في الضرار كبيرة